أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع مما عرفوا من الحق مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَكَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَكَدِينَ وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَكُمُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطِعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبًا فَمَنْ لَمْ يَجِدِ فَصْيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَغْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَنِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَدِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا رسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا أعملوا الصالحات جناحوا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا أعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تلاده أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة تعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا بالأمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشاه دعال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء الله يعلم ما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلك تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يمزل القرآن تبدلك معفى الله عنها الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يطركم ما هم ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأوطفى أصابتكم مصيبة الموت تحبسوا لهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يؤتمتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن غثر على أنهما استحقوا إثماهم فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما عتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مطيمة نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلموا الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمها والأبغص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفعوا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوادجين أن أمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوادجون يا عيسى بن مطيمة ليستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالتك الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مطيمة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأميه لإلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم غيوب ما قلت له إلا ما أمطني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جنة تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله مصدر السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طن ثم قطى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ويهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معجطين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستاذقون ألم يروا كما هلكنا من قبرهم من قرنهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسل السماء عليهم درارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنان آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم لقال الذي لكفه إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ولكل نجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستاذقون أرسيهم في الأرض ثم نغروا كيف كان عاقبة المكتبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم كن أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أميت أن أكون أول من أستمع لا تكون أن من المشتكين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقاد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بتره فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ملغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بنيء مما تشتكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أكذب بآياته إنه لا يفتح الظالمون ويوم نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وقل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوا هو في آذانه وقرى وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادرون كيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطيهم الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبدالهم ما كانوا يفهون منه قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إنها إلا حياتنا الدنيا وما نحن بما بعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قاد خاسر الذين كذبوا بالغاء الله حتى إذا جاءت مساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعبه وله ولا الدار الآخرة تخير للذين يتقون أفلا تعقلون قاد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالبين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت أسل من قبلك حصلوا على ما كذبوا وقوثوا حتى أتاه نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك يعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفطهم في الأرض أو سلمانهم في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيبوا الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادرون على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يقيم بجماحيه إلا أمام أمثالكم ما فراطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبقهم في الظلمات من يشأ الله يغضله ومن يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشر ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس وقرأ لعلهم يتضفعون فلولا إذ جاءهم مأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما قوت أخذناهم بغتة في داب مبلس فقوطي عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم واختما على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به منظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومدرين ويجادل الذي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومدرين فمن آمن وأصبح فلا أخفن عليهم ولا أكم يحزنون والذين كتبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحائل أن يقول هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة العشيجي يريدون واجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وذلك نفصل الآيات ولي تستوينا سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوالكم قد طللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من رب وكذبكم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصل قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاكح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البلد والبحر وما تسقط من ورقة إن لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهاد ثم يبعثكم فيه ليقاطى أجل المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فق عباده ويقسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ربوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسلع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجنا من هذه لا نكونن من الشاكلين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرض ثم أنتم تشركون كله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرددكم أو يلبسكم شيعا ويذيق معكم بأس معكم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قولك وهو الحق قل لست عليكم بوكي بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين أخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخطوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القام الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسه لما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا لما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدىتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنستمال رب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور علم الغيب والشهادة أم الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزراء لاتخذ أصنا من آله إني أراك وقومك في الظلال مبين وكذلك نري إبراهيم فلما ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لا إن لم يهديني يا ربي لأكوناً من القوم الضالين فلما رأى شن سبازغاً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت الوجهي للذي فطار السماوات والأرض فطار السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقعد هذا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشفقتم ولا تخافون أنكم أشفقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سبحانه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يظلم أولئك لهم أم وهم مهتدون وَتِلْكَ حُدَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبَرَاهِمَ عَلَى قَوْمِهِ نَفَّارُ دَرَجَةٍ مَّنْ نَشَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدِيْنَا وَنُوحًا هَدِيْنَا مِنْ قُلْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُّسُفَ وَمُوسَى وَهَارُوْ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كلُّهُ مِنَ الصَّارِحِينَ وَإِسْمَاعِلَ وَالْيَسَعَ وَيُّوسَ وَلُوْطَى وَكُلًا فَضَّلَّا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَالِهِمْ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدِيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ بِالْعِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتِيْنَاهُمُ الْكِتَابُ الْحَقَّ وَالْنُّبُوَّةِ فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ وَقَتَدِهِ كُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلِهِ أَجْرًا إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرَانِ الْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ كُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا لِلنَّاسِ تِجَعَلُوا لَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَ وَتُبْحُونَ كَثِيرًا وَعُلْمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاكُمْ لِلَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلَ لَهُ مُبَارَقٌ وَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدِهِ وَلِتُمْزِرَهُمْ لَا آخِرَةِ وَالَّذِي لَيُؤْبِلُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْبِلُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزْلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ مَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقْ وَإِذِهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفِسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُجِزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَلْآيَاتِهِ تَسْتَكْبَرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ لَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَذْرَبْتُمْ مَا خُولَ لَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَلَّهُمْ فِيكُمْ شُرَتًا لَقَدْ تَقَطَّعَ بِينَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُعْفَكُونَ فَالِقُ الْإِسْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقُدِرٌ عَزِيزٍ عَلِيمٍ وَهُ الَّذِي جَعَلَ لَك نجومًا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قاد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقروا ومستودعوا قاد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتكم لشيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعلاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه تنظروا إلى ثماجه إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنينا وبناتين بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم مصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعبر عن المشركين ولو شاء اللهم أشركوا وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم بوكي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ارجعهم فيربئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعلكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعملون صدق الله العظيم